ما الذي قد يحور رحلة شهر عسل مشاهدين لشارارة نزاع قضائي؟ بالكويت تقدمت زوجها بطلب الطلاق بعد أن تلقت مفاجأة غير سارة من زوجها خلال رحلتهم الأولى معا كزوجين الزوج اللي خطت لمفاجأة زوجته بحجز رحلة شهر العسل قام بحجز مقعد له في درجة رجال الأعمال بينما حجز لها مقعدا بدرجة سياحية لتكتشف الأمر داخل الطائرة بلحظة صادمة خاصة عندما رأت أن المقعد المجاور لزوجها في درجة الأعمال كان خاليا هذا التصرف أثار سياح الزوجة اللي شعرت بالإهانة واعتبرت أن ما حدث يعد انتقاصا من قدرها واحترامها أما المحامي عبدالعزيز اليحية الذي كشف عن تفاصيل القضية أوضح أن الزوجة لم تستطيع تقبل بداية حياتها الزوجية بهذا الشكل مما دفعها إلى رفع دعوة طلاق للضرر أمام المحاكم الكويتية وأنتم مشاهدون هل تؤيدون هذا القرار؟ هذا السؤال كان محور مقاش على منصات التواصل الاجتماعي نقرأ بعض التعليقات صفا تقول لقد أحسنت القرار لا فائدة من العيش مع الإنسان الأناني والمتعالي وهذا التصرف دل على عدم احترامه لامرأته وعدم خوفه عليها أو غيرته عليها بجلوسها بمفردها وبدرجة أقل منه وهذا يدل على امتلاكه عقلية الجاهلية بتعاملهم مع النساء عذرا شعرت بالغثيان بمجرد التفكير بالأمر هنا تعليق يقول هذا الدلال يؤدي إلى فساد المرأة يجب تعويبها على الحياة القاسية لا أدري إذا كان يقصد المزاح بهذا التعليق هنا بنت اليمن تقول صح من حقها تطلب الطلاق إذا هو تعامل معها هكذا بعد شهر العسل وعلى رحلة طيران فما خفية كان أعظم